عبد المطلب جد نبينا له عشرة أسماء لكنه يعرف بعبد المطلب أتعلمون أن عبد المطلب ما هو بالاسم الأصل له صلوات الله عليه اسمه الأصل شيبة الحمد هذا هو اسمه كثيرون يتوقعون أن شيبة الحمد لقب لعبد المطلب عبد المطلب اسمه شيبة الحمد أما عبد المطلب هذا فهو اسم طارئ وعرضي ولم يكن مقصودا هاشم ليس له من الولد إلا عبد المطلب تزوج وسافر إلى فلسطين فعينما سافر إلى فلسطين ترك زوجته عند أهلها كانت من أهل المدينة وكانت حاملا بعبد المطلب توفي هاشم في سفره إلى فلسطين ودفن في فلسطين ولا زال قبره موجودا في فلسطين أهل هاشم في مكة ما كانوا يعلمون أن زوجته كانت حاملة لأن هاشم في بداية زواجه سافر إلى فلسطين وأخذ زوجته إلى أهلها ولم تكن علامات الحمل واضحة عليها فأنجبت عبد المطلب حينما أنجبته كان هناك شعر أبيض في مقدم رأسه حينما ولد العرب تتيمن بهذا تتفائل به أخواله سموه بشيبة الحمد وعرف هكذا فحينما كان صغيرا بقي عند أخواله إلى السنة العاشرة وما كان أعمامه في مكة يعلمون بوجوده في المدينة ما كان عندهم من خبر أخواله أخفوا هذا يخافون أن أعمامه يأتون للمطالبة به لكن عبد المطلب ما أراد أن يبقى عند أخواله يريد أن يذهب إلى أعمامه المطلب كان أخا لهاشم عبد المطلب الذي هو شيبة الحمد أرسل خبرا إلى عمه المطلب من دون أن تعلم أمه ومن دون أن يعلم أخواله أرسل خبرا إلى مكة إلى قريش إلى المطلب من أنني موجود في المدينة فجاء المطلب متخفيا وأخذه من دون أن يستأذن من أخواله لأنه كان يعلم أن أخواله سيرفضون إلا أن عبد المطلب كان يريد أن يذهب مع عمه فأخذه المطلب معه وأردفه على ناقته وراءه فلما دخل إلى مكة مسرعا المطلب سأله من هو هذا الغلام الذي معك على الناقة قال هذا عبدي ما كان يريد للأمر أن ينتشر من أنه ابن هاشم قال هذا عبدي فعرفه الناس بعبد المطلب حينما كانوا يشاهدونه يقولون هذا عبد المطلب اسم طارئ عرضي اسمه الأصل شيبة الحمد من قد مستشده